بس انت معاك لقطة بين إمام عشور وحسين الشحاتي ينفع ناخدها بسرعة ونطلع فصل على طول يلا بينا يلا بينا ناس كتير اتكلمت بعد المباراة ان إمام خارج بعد التغير انه خارج زعلان انه زعلان عشان اتغير زعلان عشان خرج بدري في الديال ستين هو مبدئيا إمام ومش عايز اقلق جمهور النادي الاهلي قبل وتروح للقطة عنده شد خفيف بلا شد عنده تقلي خفيف فهو خارج اللقطة اللي جاب بعد دول اللعبة كلها خارجها من قط اللبس مش عارف معنا اللقطة ولا لأ عنده شد خفيف هو يوم الزعلان هو كان تعب وكان لازم يتغير بص هنا اللقطة دي وهو الناس فاكر الناس قطعب بقى على اللقطة لو انه خارج بيتكلم مع قفشة وخارج زعلان بص بقى اللقطة دي هو بيتكلم مع حسين الشحات وقالك ليه؟ هو بيعاتب حسين الشحات وعمال بيقول له قام شرح له مرتين هو كان بيكلمه على ايه؟ بيعجبه على ايه؟ ايه المشكلة اللي كانت موجودة؟ اول ما قاعد اتكلم معه حسين وقال له ان انت كنت المفروض تعمل كذا في اللقطة الفلانية طب ايه اللقطة اللي كانوا بيتكلموا عليها كتلقطة اللي اتنين اتغيروا في نفس التغييره بالمناسبة في الديئة الستين اللقطة اللي كانت في الديئة خمسة وخمسين هاتي الديئة خمسة وخمسين اللقطة اللي بعدها على طول عشان في بعض الناس في الصلاة الناس كلمت ان هو خارج مداي او زعلان من التغييره ووقف هنا بص امام هو اللي بتحرك هنا ناحية الشمال وكان منتظر ان حسين هو اللي يعمله الباص في الكرة دي وحسين عمل اغرب باصة في الماتش النهاردة ولا تحطت لوسام قدامه الرجم لوسام تحرك صح جدا تحطت لوراه كمل بقى الفريم عادي وهتلاقي حسين هو هيبص الاحسين هيبص الامام وامام متدايق جدا ان هو ما بصلوش الكرة وهيعدوا عليها وهم وقفين دلوقتي وبعدين يرجع يعدوا عليها بعد المباراة وبص حسين وقف هنا مش عايف يقول له ايه لان هو لد دلوقتي هو مكسوف او لو طلعت صح كان خلاص هيقول له طب ما انا شفت دا كويس بس هو طلعها غلط كمان لوسام فهو بالنسبة له الناس كلها كان بتتكلم على ان هو خارج زعلان او كان خارج زعلان مش من التغييره او كان خارج زعلان هو وحسين بيعادبه على اللقطة لضوات صح انا منشك والله انه قد شوية الاعطات يعني لوز اللوز